موسيقى سلام للموجودين وسلام للأصدقاء المتابعين حبيت شارك مقالة نزلت على الفيسبوك 27 ديسمبر العام الماضي يعني من حوالي عشرة أيام بهذه المقالة في معلومات كثير في مجال الكلام كثير سيتم الاختصار والمقصد توضيح صورة ما الصورة متعددة الاتجاهات وعديدة الألوان وفي مجال أخذ ساعات فيها رح اختصر فائدي للأصدقاء بالعادي بالأنترنت في مواقع بتنزل ألعاب تكبس كابسي بيطلع لك شو برجك عمرك شخصيتك نبوءات للمستقبل إليك قصة حياتك لعبك المفضل ما بارك إيش بالعادي معروف أنه هذه ألعاب بيبرمجوا عدة أشياء المشتركين طبعا كثار والناس بتحب هاي النوع من الإقمار أو المغامرة أو الرائز مثل مثلا اللي بيلعبوا تاروت التوقعات هذا علم على حسب نظرية الشق المضاعف double slit experiment نظرية الشق المزدوج بالفيزياء إما الإلكترون بيسلك سلوك جسايم أو سلوك موجي يعني في قطة شرودينجر على فضاء الاحتمالات لا نهائي الاحتمالات موجود أيضا هاي القوة الروحية لا نهائية الاحتمالات الأكوان الموازية موجودة فبالحقيقة من خلال علوم الروحانيات لما نقول الروحانيات مؤسف أنه الروحانيات مشوهة من قبل المشعوذين من قبل المتطرفين من رجال الدين من قبل الماديين من العلماء هذا التطرف بيأدي له تقزيم الفكر باتجاه معين طبعا معروف أنه هذه لعبة رغبت أن ألعب لعبة شفت أحد الأصدقاء طالع عنده صفات معرفة قلت من نفسي رح أوضع نية إلهية يعني ما بدي خلي فكري يشتغل ما بدي نتيجة إنها تشتغل ما بدي يتعلق بشي رح أعتبر إنه في وجود إلهي طبعا في وجود إلهي يعني في وجود لا ذكاء كوني خلاق مخلوق من قبل وجود إلهي بالنية الإلهية رح أكبس على هذه اللعبة وبدي يشوف إيش بيطلع له أنا معكم هاي لعبة أما لما أنت بتشغل قوة النية وبتعرف إنه في مجال لكي تخاطبك رسائل من اللاوعي إلى اللاوعي ربما بتصير لن نكون يعني كثير ضيقين في بعض الأشخاص ناقشوني بهي الموضوع وشكرا لهم فتحنا حديث من خلال فتح الحديث رح يشوف الأصدقاء كيف الحوار الجد بعيدا عن الشخصني بعيدا عن الإهانة والجدل بتشوفوا كيف الحوار لما بيكون بسعة إلهية بسعة تصدر من قلب نقي يريد الحقيقة كيف ينتهي بإيجابي أنا طبعا ما بحب لا الحوارات ولا الجدل مو ضعف لأني مللت من عمر مبكر من هاي القضايا أصدقائي بجرمانا بيتذكروا من حوالي الأكثر من 43-44 سنة كانت دوما نقاشاتنا واحد بيعمل الله خرافي وأنا عامل محامي دفاع عن الله هو بصير يعيرني بالله وأنا بعيره بالإلحاد اللي إله ونحن طبعا محافظين على صداقة معينة فكانت مجموعتنا عشرات الأشخاص المؤسف كان فيه انتشار وقته بداية الثمانينات للموجة الإلحادية بشكل غريب اسم أحزاب سياسية هذه كل أحزاب ومذاهب انتهت على أعتاب العصر الذهبي الآن 2023 وهذا المقال كان على أعتاب الدخول في 2023 ما بقصد أنه انتهت يعني ما إلها وجود إلها وجود أما صار فيه وعي للقيم الموجودة بدون تطرف كل إنسان بنتمي لحزاب لا علام لدين لمذهب يحكم على الآخرين أعرف تماما أنه عبي يحكم على نفسه بأربع اتجاهات قبل ما يحكم على الآخرين صار فيه قوة أخرى تفعل بوجودنا فالمقال كان على الشكل التالي قبل ما انقل شو اللي طلعلي هو اللعبة كانت كل إنسان قصة حياته الخاصة اقرأ قصة حياتك أنا بعرف أنه حياتي بألف حيات عندي قصص كثير بكل المستويات كثير ليس قوي كثير عبر طبعا عبر لمن يعتبر تفاجأت اشتغل العداد وإذ تطلع قصة حياتي طيب طبيعي ممكن يكونوا عاملهم عشرين ثلاثين احتمال طبيعي في ذكاء اسمه بالفيزياء الكوانتية سلوك الالكترون هذا الغير معروف نظريات فيزيائية هاي بالفيزياء الكوانتية بالفيزياء الحديثي فطلع لي انا لا اتراجع ابدا في مواجهة الصعوبات ما في واحد اخترق المعتقلات العقائدي قد هذا الشخص كان على حسب نظري في كثير بكونه اكثر من حسب ساحة الحياة ما في واحد اخترق المعتقدات السلبي والإيجابي شنكلي علينا حرب كثير في اختصاص بالمجال انا لا اتراجع ابدا في مواجهة الصعوبات لم تكن حياتي سهلة وقد قاتلت مرات عديدة كلمة مرات عديدة لفتت نظري انسان ما بيولد فقط بحياة وحد بيعرف نفسه اللي بيعرف نفسه من قبل تجارب حاليا بعيادات باراسيكولوجي الحيوات الماضي او لوحده تجي معلومات الى اسباب لم تكن حياتي سهلة وقد قاتلت مرات عديدة لكن كل الاخفاقات في الماضي ليست سوى دوافع وتجعلني شجاعا واكثر تصميما اخترت ان ابتسم على الرغم من المي ولم اترك مشاكلي تحطمني ابدا بالوقت اللي في مشاكل بتحطم جمل جعلتني تحدياتي اقوى وافضل ايه صح مثل الشمس يمكنني ان اجلب لك الدفء او ان احرقك كل هذا يتوقف على كيفية معاملتك معي او معاملتك لي صراحة لفتت نظري للسطر الاخير مو منعاتي اما فيما مضى من حيوات او ببداية الحياة ممكن بمجرد التفكير بتحطم شخص بمجرد فكرة من فكرة مركز وهي سلبي هاي سلبي كتير كبير هاي مو رحاني هاي الروحاني هاي المحبة اللامشروطة ان تصفح عم من ظلمك او آباك دوما عفو هاي المحبة اللامشروطة مو ضعف في قدرة انك تحطم الاخر ومع ذلك تعفو هنا تجربة الشق المضاعف انت عندك الامكانيات ان تحطم الاخر تماما بكل المستويات ومع ذلك تعفو شو بصير سلوك الفوتون او الالكترون موجي يعني هذه اسمها الروحانيات اما نجي نعتبر الروحانيات قدرات لانه عندك قدرة فكرية او تركيز او عندك سلطة ما او عندك قوة شهرة تريد ان تؤذي الاخر هاي مو روحانيات ولا انساني ولا بشر هذه اسمها حيواني كلنا عليها من كون نحن نطور من المرحل الحيواني ريود الافعال الغاضبي الحاقدي الحازدي طمع الجشع حيوانيات تلبط بعضها بتفترس بعضها هي اسمها سلوك حيوان منتشرة بابناء البشر كبير وقد ظهروا بالصور الانسانية اشباحهم بلا ارواح والروح الحقيقي وعي ملكة التوحيد بالمحبة لا مشروطة كلنا نتطور من الحيواني الى البشرية ثم من البشرية التي تحوي صفات حيوانية وتتنسم الصفات العقلية من العقل الارفع نتحول من البشرية الى الانسانية لما بتصير في عنا نشاط بالقيم الانسانية لا عنف استقامة محبة لا مشروطة سلام حس السلام والحقيقة بتصير عندك حقيقة انت حقيقتك بتصير على اطلاع مع هاي الحقيقة هاي تحتاج تأملات كثيرة والحمد لله صارت متوفرة على قنواتنا واضافة لكورس انا شخصيا عملته بفضل الله هذا الكورس اما لما عم بعيده مع مساعدة الاصدقاء مشكورين اللي عم بيه منجو هذا الكورس لا يقيم بمال منقذ لكل نفس عالقة بعالم الضلال هذا الكورس ما رح الان علق عليه رح اترك الاصدقاء اللي انتسبوا اللي يعلقوا عليه بعد عشر ايام لان هو اربعين يوم بعد عشرين يوم وثلاثين يوم واربعين يوم رح نشوف كلنا كبشر لعلنا نرتفع لنصبح ب مصاف الانسانيات اي نشاط بالقيم الانسانية طيب واذا نشاطنا القيم الانسانية وتبتنا نشاطنا القيم الانسانية وتبتنا ننتقل من الانسانية الى الالهية يعني بصير وعينا واسع بصير الله واحد فاذا اجلب لك الدفء او احرقك ما رح احرق حدا بالنسبة لي ما في ردود افعال اما في المقدرة والاصدقاء الموجودين بيعرفوا قد يبي يدي اسلحة متنوعة ولا في استخدام الا قليل بما يفيد دوما بما يفيد هذا يتوقف على كيفية معاملتك لي لما بتبطل انت موجود انت بتعامل نفسك كامرية مع التفرق معك هاي اهمية نظرة الشاهد والتوسع بالمعركة المهم بيأخذ الصورة بيأخذها ويكتب عليها المعقال اللي نزل على الفيسبوك حسب قوة النور الكمية بقوانين الفيزياء الكوانتية فان وضع النية لمعرفة الرسالة خلف هذه اللعبة يمكن ان تكون بقوانين دقيق يمكن ان تكون بقوانين دقيق طبعا انت بتتكون بسلوك موجي مثل نظرية الشق المضاعف يمكن ان تكون بقوانين دقيقة وفقا لارادة قم بالذكاء ترسل لنا رسائل توضح شخصيتنا القادمة اعتبارها من هذه الرسالة ساكون حازما لنسمو بالصداقة مع جديري الاستحقاق لاحظتوا انه فعلا صرت حازم بكثير امور ما المقصود بحازم يعني مو حازم انك انت جاي تين الاخرين او تطعن انه الواحد بيعرف حاله مهم لما بكتب كلمات بعرف ابعادها وبعرف شو بترمز ولا ايش حسب قوة النور الكمية عارف كل كلمة ليه عبتنحك بقوانين الفيزيئة الكوانتي بيجو اصدقاء طبعا الصفحاتي مفتوحة اما كلمة حازم حازم يعني اللي بيقلل ادب اما الاشخاص اللي داقلوا اني ما بعرفهم ما بعرفهم وما بعرف انه اختصاصهم ايضا العلمي عالي بالطب النفسي فبدون ذكر اسماء احدهم يداخل بيقول من اي مرجع علمي هذا الحكي وشو النظريات العلمية اللي استنازت عليها باستنتاجاتك هذه الحكي مو علمي ابدا ابدا على اخوي عطراي واني عارف شو عبيحكي وشو بيقصد ما عم بيكون الالكترون اما سلوك موجي او جسيم واصلا حتى الطب النفسي مباربج بشكل كثير كبير الطب النفسي بده توسع كثير ما نفكر والطب النفسي ما اخذ فكرة عن الروحيات راح تلاحظه ما هو حق هاي الاشكال الروحيات مشوهة بشكل كثير كبير روحيات شو يعني وعي الروح الواحد بالجميع اي محبة لمشروطة هاي صارت وعي اله هاي الروحيات اما القضايا الاخرى بالروحيات انتو بتعرفوا ما قالنا فيها وضحناها بكورس شايف المعرفة الشاملة عن الاثيريات وما شابه واضحة بكثير فيديوهات طيب لما هو حكيها الحكي ما في لا سلام ولا كلام حكي فقط راي يعني شو بسموها رسمي انه هذا الكلام معلم جاوبته هناك علوم فوق العلم هل تعلم ان انشتاين والتيسلا نيكولا تيسلا يعني كانت النظريات تنبثق ابداعا بداخلهم بقوة روحية طبعا اعرف شو احكي العلم لا يؤمن بالروح رغم ان اساس العلم ونظرياته الرائع ابداعا روحي داخلي الخميدس لما كان بقوله عبي تحمم وطلعت نظريته كان عبي تأمل الرجال انشتاين رح رح تابع فالله يرضالي عليك عب قوله لا داعي للجدل وكأن جنسنا البشري وقف على قمة العلم واصبحنا نريد لكل شيء مرجعون علمي ما مرجعك لاش مين اللي حط المراجع العلمي ما دخليني الدخل السياسي بالطب الآن والتجار بالصيدلي وعلم الأدوية وأمور أخرى نشوه سمعت العلماء مثل ما تشوهت سمعت بعض رجال الدين وشوهوا بعضا ما حد يزاود الجنس البشري معدوم من القيم الإنسانية بكثير أشياء صار بدنا مرجع علمي كتبت له المرجع العلمي ينسف ما قبله ويبني من جديد وقبل أن يكون هذا المرجع العلمي كانت الروح حية بالعلماء فلا داع لإتهام الآخرين أنهم غير علميين مثلا أنا بقول لك أنا إنسان علمي أما نصف 50% وأيضا إنسان روحي أيضا نصف 50% إنت بدك تكون فقط علمي هيتطرف وذلك الروحي بدك تكون غيبي فقط ديني غيبي عبينتظر لقيامي أيضا هذا التطرف أنا عبتكلم عن اتزان نحن نقول ما بحبلها جت أنا أقول نحن من نحن الذين ننشد الوعي الروحي نقول وفوق كل ذي علم علي لا تفكر بحالة كان إذا درست بشوية كتب لفرويد فرويد منعرف أكثر منك مش هذا يعني إنه ما مناخذ منه بس منعرف في مين أمهر منه شكرا للأصدقاء واضح التفاعل الأصدقاء كثير طبعا أصدقائي أنا بقول إنك أنت دخلت لصفحة مو صفحتك أصدقائي إلون نغميما موجيما ما ناسبتك شكرا إلك لتداخلك عمل جدل وشكرا للختام انت واعي واضح أنه اللي بدرس طب نفسي عادة يفترض يكون أوعى من غيره بيدخل شخص آخر على الخط أنا ما بعرف إنه مرسلني وما بعرف إنه صديقي كمان على الفيسبوك ما بعرف إنه مرسلني في عنده مجموعة شان نتعاون فيها فمبشر كتب من قال لك أن إينشتاين وتسلا كانت نظراتهم تخرج وتنبثق من داخلهم بقوة روحية يقد عليش يا عمي شو عاب تجيب من عندي أنا بيكذب لا إلا الله عاب تكذبني من قال لك مش ملاحظ في أنا شوي من قال لك أن إينشتاين وتسلا كانت نظراتهم تخرج وتنبثق من داخلهم بقوة منين كانت تنبثق لك أنا حبيب عيوني أنا هيك باعتقد طيب هذان عالمان لديهم أنت غلطت لديهما لازم تكتب شو رأيك دقق عليك بسوا هيك ندق على بعض خلي حسن الني هذان عالمان لديهم سيرة ذاتية واضحة وضوح الشمس من اللي قال إلك من اللي قال لك هيك أنت قريت في معارف أخرى وفي أسرار بالحياة ومعا بيحكيك عن هوا ولديهم آلاف وآلاف التجارب التي استندت على الفيزياء والراضيات والجبر والتجارب العقلية التجربية مين اللي بيستنكر هاي التجارب صحب قل لك في شيء آخر شكين تصدقني وكانت أرجوك لا تدخل العلم الحقيقي الحقيقي العلم الحقيقي يعني علم الواقع قصدك ما هو الواقع وش تنظرك بالواقع هو هذا الواقع الحسي وش تنظر آخر الواقع الحسي يا حبيبي والعلم نسيثة نسفا بالفيزياء الكوانتي أصبحنا بفيزياء الروح وبروح الفيزياء وينك من شركات الأدوية اللي تعاوا أسحابه يا وزارة الصحة الدول فلاني طلع غلط تعاوا يا أطباء أسحابه هذه النظرية غلط بالجراحة هيك العلم ليش ما تبره حقيقي يعني الحقيقة ثابتي لا تزول ولا تتغير بتعاوا شو يعني الحقيقة أرجوك لا تدخل العلم الحقيقي بالشعارات التي لا علم لها وإن كان كما تقول فوق كل ذي علم عليم فهي لله وحده وليس لنا نحن البشر شكرا إليك ذكرت اسم الله أما فاصل الله عنك أنت فاصل وعي الإلهي عن روحك أنت معتبر أنه الله فوق البشر كعدد عملته بمقام الفصل وهي غلطة روحية وفلسفية طبعا هو لما حكى هيك واضح أنه فيه هجوم طبعا بحسه إحساس ف بس كتبت له عمي ليش هيك أنا حسيت يعني أنه بعده بمقتبل له عمر عمي ليش هيك يعني بالأخير أنا استمتاش أنه عمري كبير صرت ولا برح تخرجت أنت بتعرف هذا الشخص شو عنده تجارب مثلا حقيقي يعني معلش لو أبسخر شوية من الكلمتي نوع من فك البرمج أما بقدرك كتير لأنه عرفت وضعك وعلمك وما شاء الله نشيط أما كان فيها الاندفاع لما كتبت له عمي ليش هيك جاوبني وبصراحة مؤدب لأنه جاوب بأدب وتابع معي قال إنها الحقيقة التي نتجت عن نظريات العقل التجريبي سيدي الكريم يجب أن تكون دائما حق من دون أي إصباطات عليها مهما كان السبب من ورائها هون إجل بالي أنه فعلا معناها هو وضعنا وضعني وضع أصدقائي بمن خلال لما منذكر روحيات وإلهيات ودين وما شابه بنفس السياق مع المشعوذين فمعه حق بعدين ما بعرف إنه بيشتغل بالأمور النفسية وقد ديش شايفين مشاكل من وراء الشعوذات الروحية ونحن نحكي عن مدربي الطاقة كمان لكل مشترك بكم فهلأ جوابت الحقيقة إذا كنت تقصد أنها الواقع فهذه حقيقة نسبية والواقع حسي فقط الدماغ لا يعمل منه أكثر من جزء بسيط وبالتالي لو تتابع الفيزياء الكمية ستدرك كم أن عالمنا وما نرى وهم بالنسبة لنظرية التشابك الكمي كوانتوم انتنجلمنت والاتصال فوق الزمن وخلق جوسين من لا شيء اتصال فوق الزمن يعني جوسين متشابك كومميا مع جوسين آخر كوانتوم تليبورتيشن يعني هذه النظريات شغلة كثير كبيرة طبعا اصلا عبي حكي مصطلحات انجليزي بشان تعرف انه يعني متقف علميا ده كان نحن هيك نتباه على بعضنا اما انه نفكر روحيا بما فوق الفكر الفيزياء علم والان يقتربه من الروحانيات طبعا كلمة الروحانيات غلط باللغة العربية لازم يقول يقتربه من الروحيات لا تواخدني كتبت غلط من الروحانيات ممكن انت ميخذ موقف من الاديان الروحانيات قمة العلم والعلم نفسه تجسيد للروحانيات الروحانيات واقعية بالنسبة لنا وحياة ربك واقعي والهنا واقعي بنصحك تابعني شوي مش من شان هذا الشخص ما تتصور مدى واقعية الروحانيات لما بتكون بمبدأ ساعد ابدا لا تؤذي احدا احب الجميع اخدم الجميع لا يوجد الا دين واحد دين المحبة وطائف يحدى طائفة الانسانية هالحكم بدون بحث غلط قليل انتفق على هي الروحانيات واقعية بالنسبة لنا وليست غيبية باعتقادات الدين لان عادة اديان غيبيات مستقبلية مع الاحترام طبعا اينشتاين كان على صلة مع الباكباد جيتة الهندية وتسلا العالم تسلا كان متضلعا بالعلوم الروحية والقائمة طول من المتأملين كبار اتنينهم الشباب لش انت ما بتعرف انه انشتاين كان قصده انيس تشتاي من السويدة انشتاين انيس تشتاي من السويدة ابن عمنا يعني لماذا يتم نكران الابداع الروحي هلق هيك كان الجواب اسف للخطوط الاناني اللي فيها خطوط انا نحن لما مصير في جدل يصير كل واحد بده يعمل شكرا اله يبدو طويل بال وفعلا باعه طويل بالتحمل كتب يتم نكران الابداع الروحي لانه مخدر للعقول انظر لجميع الشعوب التي امتهنت العلوم الروحية كيف ان شعوبها من افقر الشعوب اما من ناحية انني اخذت موقف من الديانات لا يا سيدي انا مؤمن برب حق ايمان وبما امره الله من نفسي وعقلي وجسدي انا انظر لحقيقة الامر من نتائجي وليس من اساليبي انا من ضمن اختصاصي علم النفس استدركت ان اختصاص علم النفس والتحليل النفسي اكتر المرضى النفسيين الذين يأتوننا كانوا بالعلم يمتهنون العوالم الروحانية التي اودت بهم الى الظلام اكترهم من النساء انا شخصيا الاخد عليكم هيك حكمت علينا هيك صار عندك حكم انتي ما بحث بتبحث وتجي على دار السلام اهلا وسهلا فيكم بتعرف مين الاصدقاء وما اعمالهم شو اللي عم بصير اخد عليكم حطيت نبيه مع المشعوذين مع روحانيات الهوى فلكم دينكم ولدين لا لا اليك دينك ولا الينا دين في دين ابد كون واحد يجمعنا هي علم اخر ولكن قول الحق لا بد منهم واي حق كل واحد بفكر حاله على حق وما زال الحق يفتش على انسان معه حق اين الحق قول الحق لا بد منه لانه امانة وما هي الامانة هل هي خارجي ام امانتنا الروحية الداخلية اللي فيها وعي احاديث الوجود فينا كلنا وبطلع لك مذهب من متطرف ديني بقول لك هذول دعاة احاديث الوجود لشبا احاديث الوجود مو الله واحد انتي فهمان رأسك من اساسك عب تحكي على من حين الدين ابن عربي اللي عب تحكي على دعاة وحدة الوجود مبروك عليك عالمك المتعدد تيسلا طبعا هو عب يجاوب بعده كان له اهتمامات بالجوانب الروحانية ضنا منه انها مفيدة للعلوم ولكن بالنهاية خرج بنتيجة انها ليست مفيدة وغير حقية وخرج بسببها بمعادلة ومتتالية الارقام الثلاثة ثلاثة ستة سميل خلك الحكي ميني نقلك هذا الكلام اجهزة تقوية البث وضعوا محطة بجنبنا من خمسة عشر سنة فقدمنا اعتراض على الشركة قدمونا ابحاث دعمتهم الشركات نفسها الابحاث العلمي طلعوا انه قال لا تسبب الضرر لا واخر شي بتنفع قال بتنفع طلعت وفي مئات الابحاث الاخرى مضرة جدا 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 واساس السرطان منين جبت البحث علمي بعد في بحث علمي في مصالح في مصالح الحق من الناس بتاخذ الحق من المقالات من الكتب سؤال أي علم رياضيات بحث وانظر نظريات وعن الاهرامات تعلم ماذا اقصد انا لست ضدكم ولكن الحقيقة تنبت من التجربة والمنطقة أوكي نحن معك بهاي أما في لغط أنت عم بتشوفنا بدون بحث سمحنا يا أخي سمحنا بشو غلطنا بحقك سؤال بشو غلطنا بحق المجتمع دار السلام بشو غلطت لا تكون طلع سامع سمع فلان حكى فلان تكون وضعت على ذمتك بشكل كثير كبير كل إنسان بدين ولا فكريا أو شعريا لو فكريا أو شعريا الآخرين بدون بحث دقيق جدا يوضع على ذمته الكثير طيب جاوبوا للشاب اللي طرح طبعا هذا الشاب الآن غير الأول أنا مش عارفه كمان طبيب نفسي الأول كتبت له فقط ممكن يوجد سؤفهم لما يحصل من بعض المدعين للعلم أو للدين أو الروحانيات بما أنك تساعد الناس بعلم النفس فهذا ممتاز هل تتابعني على اليوتيوب عم بسأله السؤال هناك فرق بين اعتقاد غيبي يسكن ويخدر العقول بكرة بدو يجي مني يخلصنا بكرة بدو تقوم لقيمي بكرة 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 هاي اعتقاد غيبي ويجعل حربا بين الناس كل واحد لا بدو يجي فلان لا علان والمذهب كذا 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 هذا اللي يميقظه فكرته عن الروحانيات من من الأديان المتطرف فرق إذن بين هذا الاعتقاد الغيبي اللي بيخدر العقول وبينه توسعة الملكات العقلية بطرق تجعل من الطب والطب النفسي مجالا أكبر للشفاء بدعيك طبعا بك تدفع رسم والرسم أنا حر به بدعيك لا دفع رسم كورس التأمل الشامل أربعين يوم وأربعين محاضرة أخي تفع الرسم تفعلك ضعفه إذا لم تستفد بمهنتك مسموح لك تنسحب من العشرة أيام الأولى وتاخد المبلغ كاملا وشوف قدير رح تتطور وتطور علاجك شكرا بعض الأصدقاء بيتدخلوا الجواب الشافي فرجع نفسه الشاب عم بيناقش قال حتى الطب والطب النفسي يا سيدي الكريم بعد كل نجاحاته وانتصاراته في الحياة يعتمد كليا على التحليل والنظرية الحتمية والسببية تحليل شو ثلاثة سنين تحليل نفسي لمريض وهات يشفى وهات ما يشفى هذا طب لا دخلينا نحكي بأسرار الطب كمان هذا الشفاء ثلاثة سنين ريه جاي على عياد المريض بيبيع كل أراضيه وغراضه وبي عم نعمله تحليل نفسي ما في فعالية كبيرة ورغم أنه التحليل نفسي هو الأفضل بعدنا ما حكينا على الطب النفسي الكيميائي اللي بيعتمد على الأدوية ورغم أنه في فوائد بكل واحد بجانبنا في فوائد أما خمسة بالمية خمسة بالمية تعاون كل العلوم هو الشافي لشانك عم بنصحك بكورس التأمل الشامل بيلحق هو المسبب عم يحكي لنتبين السبب ولكن أن ننظر للروحانيات على أنها منهج علمي لم أستطع تقابله طبعا يا أخي لأنه الروحانيات بدأ نقاء قلب وسعة عقل مع الأسف عقلنا كلنا ضيق 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 بعدنا نستخدم منه غير شي بسيط كيف للنملة أن تقيس الجبل كيف للقطرة أن تقيس المحيط ده تصير محيط لأنه تنسجم مع الروحانيات الروحانيات اللي عم نشوفها ديرجي هي اسمها أثيريات هي اسمها روحانيات الهوى قال إذن لم يستطع تقابلها الروحانيات أنا إن لم أريد أن أنتقدها بالعلم علم محدود محدود ما قلنا فوق كل ذي علم علي إن لآل العلم في بحور الحكمة الإلهية لا تتناولها يد إلا من معدن تلك البحور لك أنت تتوسع نواق البشر ما بيستخدم منه إلا 3% بـ بـ 600 بحث علمي بـ 133 معهد وجامع عالميا بالـ 1999 بين 1999 و 1999 تبتوا أحد أنواع التأمل ما بدي أعمله دعايا لأنه التأمل كله مفيد من حيث كيف الدماغ بصير يشتغل كله للمتأملين قد يصير في مبدأ الفعل الأكبر بالجهد الأقل علم وأن سألوك فكلام الله تعالى يغنيني وأن سألوك عن الروح قل علمها عن رب أول شي هاي مش كلام الله تعالى إذا بك تاخدوا حرفية يسألونك عن الروح قل للروح من أمر رب طبعا لا تنسى الفاصل لأنه هناك من يعبد الإله على حرف ممكن يكفروك لأنك غلطت بنقل الآية كلام الله تعالى مو عيب بعدنا نحن نفصل الله عن الوجود أو من سرنمو بمذهب محدود أو بشخص الله في كل الوجود الله هو كلامه وقرآنه وآياته هو كل الخلق بعدين هاي الآية مشروحة بأحد الفيديوهات أرجو متابعك يسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي أرجو متابعتها إلى شرح غير ما يفهم بالظاهر المهم ما بجاوبه لهذا الشاب مثل ما قلت لك معك حق تكفر بالروحانيات مثل ما كفرت الناس بالأديان كن واثقا أني لا أتكلم لا هنا ولا باليوتيوب من فراغ والإشكالية مثل ما يوجد الكثير من المتسلطين والسياسيين بشهادات علمية مزورة شكراً إلك شهادتك غير مزورة أنت أما كثير مزورة شهاداتهم كذلك كثير من رجال الدين قاموا بتشويه الصورة وفي عصرنا إنما نراه باسم الروحانيات شيء مزعج لكن ما أتكلمه وما أقوم بتعليمه وما تقوم دار السلام بتأسيس واقعيته ليس إلا خلق روح واحدة بتشجيع وتنشيط القيم الإنسانية بالنفوس قريباً ممكن خلال سنة سأعمل كورس خاص باسم فيزياء الروح أو روح الفيزياء إن وجدته بنفس الوقت لهذا وهو لا يهم إن كنا نتفق على الخير وتنشيطه بالجميع دون الصراع أناني أو عقائدي يتدخل أصدقاء بيننا بمنعهم الكلام إنه ممنوع ليش لأنه الشباب مؤدبين ومعهم حق معهم حق هنا أبي أحكي معهم حق بس ما المقصود بالروحانيات الأصيلي جوهر الأديان جواب الأخير لأحد الأصدقاء عادي لا سر ولا أسرار هنا يتم التعبير بوضوح بلا تجريح ولا تطرف نحن لسنا بتقوقع مذهبي ما أو بتعصب لشيء ما كل الناس بأرائهم تجري بحسبان مثل القدر هاي اللي يجري الآن مين اللي رجع مجاوبني نفسه اللي أول ما بدأ الحواري اللي قال من أي علام ومن أي كلم قال أنا طبيب نفسي وأدرك تماما مدى خطر العلوم الروحية في أبعاد الإنسان عن الحياة والواقع وجرهم إلى متاهاتنا الوهم وأبعادهم عن السبب الأساسي لأمراضهم والطعمة الكبرى إذا كان المريض النفسي يتبع هذه العلوم المتعبة والمنهكة أحياناً نحن كذب كلمة أحياناً لجهاز العصبي فبدل أن يستخدم الإنسان طاقاته لتحسين واقعه والتخلص من تابعات مرضه تجد عملياته العقلية غارقة بهذه الأفكار الطب النفسي حسن كثيراً وكثيراً حياة الإنسان بالوقت اللي العلوم الروحية ما قدمت له للإنسان يعني كثير وحياناً أبعادته عن الواقع فرديت عليه لهذا الشر كتبت له والنعم من كل الناس وقال طبيب نفسي والنعم منك يعني هو من كل الناس وهنا الطامة الكبرى أن يكون اختصاصنا بالطب النفسي ولا نميز بين الشعوذة بالروحيات والعلم بالروحيات هاي مشكلة وينك عن جون بايانس وآلان كاردي دكتور رؤوف عبيد دي تيلفزين مشيل نيوتن محسن زماط يونج لش كارل يونج سهل فيلس كريستل ربة الطب النفسي بأميركا اللي رح نعمل تأمل خاص لتقنياتها اللي أنقذت آلاف الأشخاص وعاشت للمية وثلاث سنوات توفت من أربع خمس سنوات فيلس كريستل بحث عنها المهم والنعم من كل الناس وهنا الطامة الكبرى أن يكون اختصاصنا كذا ألم تدخل بأعماق أبو الطب النفسي الحديث كارل يونج والأبحاث الباراسيكولوجي ألم ترى آلاف المشافي العالمية وقد بدأت باستخدام التأمل مثلا عم نقول آلاف ما بدنا نقول مئات الآلاف لا أدري إن كنت تتابعني هنا أو على اليوتيوب المهم إن كان اعتراضك على مشاركة شركات الألعاب ألعابهم ممكن معك حق بجزئية ما ولكني أحببت اللعب يا أخي أحببت اللعب سمحنا مثلا رغبت باللعب فهل نعود لقيود المؤسسات الدينية التي كانت باسم الدين لتعود لتقييد الإبداع والخيال والتفكير العميق الخلاق باسم العلم والطوب باسم العلم والطوب بدنا نقيد الناس لا لا تلعبي أخي في علم للني عم قل لك في رسالي وراء الأشياء وما تحدث طيب وعجبتني هالرسالي وأصدقاء كثير أنا بعرف إنه رح يقلدوني كثير مشانيك أنت بتقصد إنه مات بالعكس لفت نظري الأصدقاء اللي لعبوا قديرتوا تطابق الرسائل أيضا طلعت ما حيوات أصدقائي لأنهم عميقين بحسن الني وانت صديق واضح الشيء بالختام هل تعلم عب جاوب بعد هل تعلم كم من العقول ممكن أن تتشوه باسم العلم أو الدين إن كان لدينا نقص بروح البحث عن الحقيقة قال علم ناقص جهل خير منه علمك ناقص وعلم الدين ناقص والروحانيات ناقصة وكلنا نقص بنقص بنقص وأنا بعالم النقص وكلنا نحتاج العلم نقطة كثرها الجاهلون بتمنى إنه ينفهم بالضبط شو الحقيقة ما بقصد ممتاز أنك طبيب نفسي ولو سمحت عب أطلب من حضرتك إن لو سمحت إنك تدخل لقنوات اليوتيوب خاصة وتتابع بلا حكم أو أحكام قبلنا على علاتنا يا أخي ما على الشيء ممكن يكون الواحد عنده إيجابية وحد وأني بعرفه 99% سلبي عم نتعامل مع إيجابية وحد واحد بالمية يا أخي اعتبرنا إن طبيب نفسي اعتبرنا مرضى تعامل معها الإيجابية تخلع قنوات اليوتيوب ممكن إنه تعرف بالضبط عن شو عب تكلم لابد وتأخذ من خبرتنا تقنية ما تفيد بها الآخرين لأن تقص من علمك أو قدرك ولكن الحياة تعلمنا أنها أكبر مدرسة وربما أنت ما زلت شابا بعد ما بعرف قضية عمرك لأنه مقفل تقريبا صفحتك وهي نوع من الشجاع إنه إفتح صفحتي وصفحاتي وبهي العلوم اللي بعرفها منتقدي بعرف كثير ناس ما بحب يحكو بإسم الطاقة دي عرفوها منتقدي وأني ما بحكي طاقة أقل ما يمكن زميلنا المحترم ابحث عن أحدث الأبحاث العلمية في جامعات مهاريش العالمية أو ابحث عن أحدث تقنيات العلاج النفسي فيلس كريستل وفوق كل ذي علمين عليهم يهمنا الخير للناس أنت ما تبعت معي حلقات الدكتور نادر بطو طبيب قلب الرجال أخصائي من دول راقي ما ما نحكي من بلاد عربية إن كنا من أله الغرب ما تلاحظ الرحانيات وصلت له علوم طب الشامل الموحد تابع حلقاته معي يريد توضح لي أين المشكلة بأن أسرح بخيالي نحو مركز الإبداع ربما إشكالية انتشار الشعوذة بإسم الروحيات قد جعلتك تستنكر كل الروحيات متدخل أصدقاء عاب يحكو الآن لاحظ تليل على إنه إنسان مستحق ما بجاوب كل إنسان أما هذا الإنسان جاوبته ليه بيكون فيه شي رسالي ما ليه كالرد بيديل على إنه فهمان والفهم مش لأنه أيدني الفهم لأنه فهم مش مهم من الغلاط مهم ما نستمر بالغلاط الانقطاع عن الخطأ خير من التمادي فيه كتبت له شكرا هو عفوا كتب لي شكرا لأنني مش مؤدب مثلي لهذا الدرج هو مؤدب طلب متواضع أنا مش متواضع ومؤدب قدي عاب أقول شكرا كثيرا لردك المحترم أستاذ نواف وأنا أكيد ما عم شكك فيك أو بعلمك بس حبيت الفت انتباه بسيط للشيء اللي ذكرته بتعليقي انت من الناس اللي عندهم طاقة إيجابية رائعة وإنسان مريح جدا بتشكرك مرة ثانية لساعة صدرك أشك أنك من الساحة لأنني عبتك تكتب عندهم عندهم كتب عندهم أنا ما بعرفك شخصيا أما لكن نحن ملتقين هاي معناة اللقاء الروحي كتبت له نحن أخوة نتعاون على الخير ويا هلا بك في مركزنا بدار السلام طبعا دار السلام دوما بناء على موعد لأنه عادة مو متواجدين هاي طبعا رسالة مو إلك أهلا وسهلا فيك ورطوا يجوا على باب الدار دوما مقفلي إلا بأوقات محددة بناء على موعد حيث النية هو التعاون على الخيرات والشفاء للجميع هكذا بتكون انتهت حواري مو بس هي كمان نفس الشاب اللي تعاون دخلت على صفحته الخاصة وتابعنا على الخاص أو مو الخاص فإذن هذا المقصود أنه تعاون على الخيرات فأحببت أن نقولها رسالي أنه صفحات الفيسبوك كثير بتعمل تشويه بالنظر ما نكون مقيدين ونختبر أنفسنا بعدم ردات الفعل الداخلي وعدم شخصانة الأمور ما أخذت الموضوع شخصي مشان هيك قدرنا نلاقي حل يسمو فوقنا جميعا سلام الكون وسلام لكل المتابعين سلام يا رب